من تونس ينضم إلينا الدكتور خالد عبيد الكاتب والمحلل السياسية التونسية ألن بكا دكتور دكتور الموظفون الحكوميون في تونس ينفذون أكبر إضراب عام منذ أعوام دلالات هذا الإضراب وهذا التصعيد في هذه الفترة بالأتنة مسألة خير هذا الإضراب العام الذي لم يحدث مثله منذ عقود يرجع إلى رغبة الاتحاد العام التونسي للشغل وهو أكبر منظمة نقبية في تونس رغبته في رفع المقدورة الشرائية للموظفين التونسيين والأجراء التونسيين إثر تدهور هذه المقدورة الشرائية أمام التضخم المالي الكبير الذي شهدته تونس وعجز الميزان التجاري وانخفاض الكبير للدينار كل هذا أدى إلى أن الحالة تكون في تونس على المستوى الاقتصادي والمالي بالنسبة لعموم المواطنين حالة متردية للغاية لذلك الاتحاد العام التونسي للشغل ومن منطلق رغبته في الدفاع عن مصالح منظوريه من الأجراء والعمال قرر أن يدخل في هكذا إضراب خاصة وأن الحكومة التونسية لم تشاء أن تدخل في مفاوضات جدية وحقيقية في هذا الجانب بالذات المتعلق بالوظيفة العمولية التونسية في حالة زيادة الأجور وتنفيذ مطالب هؤلاء الموظفين بالمقابل سيكون أيضا رفع أسعار السلاع وأيضا رفع يمكن الضرائب ما الذي سيستفيده من هؤلاء الموظفين من هذه المطالب إذن؟ فعلا المشكلة هي هنا أنه إذا ما تم رفع الأجور الآن فأن ذلك سينتجعنا أيضا رفع الأسعار يعني سندخل في حلقة مفرغة تزداد الأجور تزداد الأسعار ويزداد التضخم والمشكلة هي أعتقد أنه من الضروري في ذات الوقت لأنه ليس هناك من حل إلا أن يقع تحسين المقدرة الشرائية للموظف التونسي والأجير التونسي وذلك بالزيادة في الأجور ولكن في نفس الوقت ضرورة للحكومة أن تفكر جديا في حلول من أجل الحد من تضخم الأسعار والحد خاصة من التصرفات التي تحدث والتي تضر كثيرا بالاقتصاد التونسي هل سينجح هؤلاء المضربون في الإتيان بهدف هذه المظاهرات أو هذا الإضراب ما مدى نجاح هذه الدعوات لدينا اعتقاد جازم وهذا يشاطرني فيه الكثير بأن إضراب اليوم قد نجح نجاحا كبيرا للغاية وهذا نجاح الإضراب والدليل على ذلك أنه ليس هناك أي كان من اعترض وقال بأن هذا الإضراب قد فشل أو إضراب غير دستوري أو غير قانوني بل حتى من يعادي الاتحاد أقر بأن هذا الإضراب شرعي وله دوافعه ولذلك أعتقد أن هذا الإضراب هو رسالة كبيرة أرسلها الاتحاد العام التونسي للشغل على أساس أنه الرقم الصعب في تونس وهو الذي يحقق التوازن في تونس وعلى الحكومة أن تلتفت جديا إلى مطالب الاتحاد المشروعة وإلا فأن التصعيد سيكون مآل ما سيحدث لاحقا هل تعتقد أن السيناريوهات القادمة ستكون بالتصعيد بإضرابات أخرى أم سيكون هناك مجال للحوار بين الحكومة واتحاد العام للشغل؟ هو الحكومة إلى حد الآن بالنسبة لقطاع الوظيفة العمومية الذي أضرب الآن لم تقم بمفاوضات في هذا الجانب بالذات بل رغم أن الاتحاد أعلن عن هذا الإضراب منذ شهرين وذلك لأن الحكومة تدرك جديا بأنه ليس في مقدورها أن تقوم بالزيادة في الأجور بالنظر إلى أن صندوق النقد الدولي يرفض ويمنع ذلك كليا وعليه فالحكومة ستحاول الآن جاهدة أن تقوم بالحوار مع الاتحاد العام التونسي للشغل وربما تستغل هذا الإضراب ونجاحه كي تدلل بذلك لدى صندوق النقد الدولي وتقول بأنها مضطرة كي تساير هذا التوجه العام وإلا فأن التصعيد سيكون هو السيد الموقف خاصة وأن الاتحاد العام التونسي للشغل أعلن أنه سينعقد بعد يومين هيئته الإدارية وأنه سيقرر إجراءات تصعيدية في حال لم يقع اتفاق وأعتقد أن الإجراء التصعيدي القادم ربما سيكون هو الإضراب الوطني العام والشامن في كل تونس الدكتور خالد عبيد الكاتب والمحلل السياسي تونسي شكرا جزيلا لك أنت معنا من تونس